بداية العزاء للشعبين السوري والتركي وهذه المأساة الطبيعية مثل ما تفضلت وقلت بس المأساة الطبيعية يعني هذا قضاء الله لا رد له ولكن المؤسف والبشع وهذا العالم المخيف شفنا خريطة الحركة الجوية فوق سوريا ممنوع ولا طيارة تمرق بينما فوق تركيا وضروري أيضا المساعدات لتركيا ولكن هذا الكيل بمكيالين والنظر بعيون مختلفة إلى نفس الشعوب اللي هي شعوب منطقة واحدة وبغض النظر هذا الغرب الذي يدعي الإنسانية والحضارة وهؤلاء الذين يتغنون بالأساس أنه دفاعا عن الشعب السوري الذي تحت الأنقاض هم أطفال سوريون من هذا الشعب السوري هم فقراء سوريون بإحصاء للأمم المتحدة 90% من الشعب السوري تحت خط الفكر خصوصا بعد عقوبات قيصر يعني نتيجة هذه العقوبات أصلا التي فرضت على الشعب السوري الذي يدعي الغرب أنه يدافع عنه وصلنا إلى ما وصلنا إلى الدولة السورية ضعيفة نتيجة هذه العقوبات وحصلت هذه الكارثة وممنوع على الدول أن تساعد هذا الشعب كأنه هناك قرار بإبادة هذا الشعب بطريقة هادئة وللأسف في لبنان كمان لهؤلاء الذين يتغنون ولكن بطريقة أنعم في لبنان أنه ممنوع الكهرباء من أردن ممنوع الغاز من مصر ممنوع الفيول من إيران وممنوع القمح من روسيا هذا ليس بطريقة أو بأخرى أيضا كأنه تآمر على هذه الشعوب هذه فرصة للدول العربية أن تكسر هذا الحصار على سوريا كان هناك تجاوب إيجابي من بعض الدول مشكورة بدأت بالجزائر والعراق والإمارات ومصر والأردن وأيضا المملكة العربية السعودية أبدأت استعدادها للمساعدة ولكن لا يكفي إبداء الاستعداد يجب أن في أطفال عم بأنه تحتر الأنقاض يعني هذه لا تحتاج إلى وقت أو دراسة أو ما إلى ذلك هذا موضوع إنساني عاجل بالنسبة للبنان ولو كان تأخر كان المبادرة باتجاه تركيا أسرع من المبادرة باتجاه سوريا ولكن بالآخر الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية تواصل مع رئيس الحكومة السورية وهذا شيء إيجابي وبالآخر حتى الموضوع المعنوي السوريا اليوم بحاجة إلى من يقف معها ولو بالكلم وإن كان لبنان كله إذا كان معافى لا يستطيع أن يفعل الكثير أمام كارثة من هذا النوع بحاجة إلى تضافر دولي بالنسبة للبنان مقام به الرئيس نبي بري اليوم بعد اجتماع عاجل للهيئة التنفيذية وأعطى الأذن والأوامر لكشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني ببدء التحرك باتجاه سوريا بالقدر الممكن بقدر المساعدة الممكنة وهذا من باب أيضا رد الجميل لسوريا التي وقفت دائما إلى جانب لبنان خصوصا في الكوارث الغير الطبيعية والطبيعية بحرب تموز نذكر كان في مليون نازح لبناني في سوريا عامل بطريقة إنسانية عالية جدا كانوا أهل دار وليسوا ضيوف في سوريا بانفجار المرفأ ورغم أن سوريا تعاني من عشر سنين حرب خلال ساعتين كان فيه فرق من الهلال الأحمر السوري موجودة في بيروت للمساعدة فهذا العلاقة التاريخية التي تربط حركة أمل والرئيس نبي بري بسوريا وعلاقة الشعب الواحد ورغم كل هذه الحدود المرسومة وشفنا الزلزال الطبيعي ما بيمنع ما بيشوف حدود هذا يقف عند حد فهذه نعم في هذه المبادرة هي رد جميل القول لسوريا نحن إلى جانبك رغم كل ما يحكى ورغم كل هذا محاولة رفع الحدود والحواجز بين اللبنانيين والسوريين بين لبنان وسوريا ما زال في لبنان هذه القوة مؤمنة بعروبة هذا البلد وهذه العروبة الحقيقية الذين يتغنون بالعروبة اليوم هناك أطفال عرب تحت الأنقاض ما شفنا كلمة تعاطف معهم حتى إذا بري يتعاطف معهم بري نقوصوا على النظام السوري أو على الرئيس بشار الأسد حتى يرضى عنهم سيدهم فللأسف ما يحصل برجع بالك في هذا العالم مخيف أن يكون في فارق يمكن أمطار بين الأراضي التركية والأراضي السورية في الأراضي التركية هناك مش عارفينهم بديروحهم من المساعدات سيل من المساعدات وعلى بعد أمطار أطفال يا النور ما حنا عم بيمرد إيدهم لا ينقذهم فكل إنسان في هذا الوطن العربي خصوصا لأن العرب مسؤولين بالدرجة الأولى وهذه فرصة مثل ما قلت يخفى في الحسار عن سوريا وأيضا تعاد سوريا إلى الحضن العربي كما كان يجب في السابق إذا لم يكن في السياسة فليكن في المجال الإنسان على أمل أكيد نحن كل التعاطف والعزاء الكبير لأهل الضحايا السوريين وأيضا الأتراك على أمل أنه ما بقى نشهد كثير أعداد الضحايا لأن أعداد الضحايا عم بيكون بشكل غير في شيء مخيف بالأرقام المتوقعة رسميا عم نحكي بألفان وثلاث تلاف ولكن إذا تشوفي في قرى أبيدة ومدن بتركيا وأيضا بسوريا وفي بعض إحصاء حتى لبنانيين في أكثر من 30 لبناني مقطوعة الاتصال معهم فهي كارثة كبيرة ويمكن من الزلازل أو الكوارث اللي بتمرق بالتاريخ يمكن بالقر المرة فالموضوع خطير جدا وبحاجة عن جدلة سرعة بالاستجابة لنداءات الإنسانية وبالآخر بعدها الزات ارتدادية ونحن بفصل بالشتاء بعاصفة أيضا يعني كلها أمور فوق بعضها متراكمة بتبين حجم المأساة وقداش ممكن بعد توصل أرقام القتلى والجرحى والمفقودين يعني صحيح أنه تأخر الموقف اللبناني ولكن أنه لابد من الإشادة بالموقف اللبناني بالأخير اللي صار كمان لمساعدة الأتراك والسوريين على حد سواء لا تميز نحن عم نطلب أنه ما يميزه بالموضوع الإنساني كمان ما بنا نميزه التركي أيضا يعني نحن أولاد منطقة واحدة هذا بشر كلنا بشر بنفس المعيات بنفس المقياس ولكن برجع بقول كانت الإضاءة على سوريا أكثر بسبب هذا الحصار والخناق عليه هلأ كمان أستاذ حسن الواحد كمان رسميا بده يفكر أنه كمان وضع لبنان برغم أنه هذه الكارثة الإنسانية وشعوريا أكيد كل لبناني رح يهب لمساعدة الشقيق يعني بالنهاية نحن وسوريا أشقاء ولكن كموقف لبناني كان هناك يمكن لابد من تمهيد لهذا الموقف وخصوصا أنه سوريا معرضة لقانون قيصر ومحاصرة بهذا القانون لحتى نحن اللي فينا بكفينا يعني خلينا ما نستشهد هذا التريف هو لصالح لبنان على الرغم من أنه المضمون وإنسانيا كلنا سمحيلي خالفك وما نستشهد يعني نقول نتنياهو بن يمين نتنياهو رئيس وزراء العدو الإسرائيلي ورغم أنه هدفه يبين أنه إنساني ولكن كان أسرع بالتعبير على الأقل عن تعاطف مع الشعب السوري وطلب حسب ما يقول أنه بمساعدة السوريين اللي قادرين يصدرهم يكسبها بالسياسة نتنياهو لبنان شو مصلحة لبنان ممنوع عنه الكهرباء وممنوع عنه المازوت وممنوع عنه الفيول وممنوع عنه الأمح لشو بعد فيه هذا الغرب خايفين عليه نحن وما حرمونا منه شو بعد فيه شيء نخسره بلبنان هل هذا الموقف الإنساني حتى سار بدي أعمل حساب ما حدا طالب برجع بإنك لبنان حتى لو كان بوضع طبيعي وعنده قدرات وإمكانات شو بيقدر يعمل بقدام كارثة مثل هاي ما هو مثل ما قلنا بدك تضافر دول عدة روسيا والصين وإيران والعراق والجزائر ومصر وإذا انضمت إلهم الإمارات والسعودية وكل هذه الدول وبالكاد تستطيع أن تنقذ طفل يعني تلحق تنقذ طفل فهو المطلوب كان من لبنان موقف إنساني موقف رد جميل على الأقل مثل ما قلنا لش سوريا وضعه أفضل كان مع الغربيين ومع الأمريكيين ومع غيرهم لما كانت دايما عم توقف إلى جانب لبنان لش سوريا هلأ مش عم تدفع ضريبة العرب والعروبة وفلسطين يعني هذا الموقف من سوريا تدمير سوريا مش بسبب موقفها من القضية الفلسطينية فإذا بنرجع منقول أنه خايفين لا خايف عن مصالح ومش عن مصالح لبنان الذي تأخر خايف على مصالحه التي بالأساس هي أساس جناها من سوريا